العناصر الطيبة الزينة اللي أدت زين في الحكومة السابقة تظل اللي صار تركيبة أنا مسميتها سمك لبن وتمر هندي تركيبة ثلاث قروبات رئيسية أنا حي قاعد ألاحظ أنا قاعد أشوف جدامي أخو أنا كرسي بالجلسة لوج قاعدة وراء أشوف الكل أشوف أعضاء المجلس وأشوف الحكومة أقدر أقول لك من الحين وهذه ثاني جلسة لنا معاهم من بعد جلسة القسم إن فيه ثلاث فرق متطرفة مختلفة ما حد رفيجة ثاني شخصيا من داخلي خليك من أبناء وطني وكيد بس أنا شمتانة في هذا العدم التضامن الحكومي اللي باين من أولا شمتانة ني تنت تتمنى نحل الحكومة لأنها ما تتنهاسة مع أموة لا ما تتمنى حل الحكومة أمي يرحمها الله يرحمها عندها حتوة حلوة تقول كل تعلومة بطرق ألا كل طرق بتعلومة كل درس في الحياة يينب أو كل طرق يينب في الحياة لازم يكون بدرس الشطارة إنك أنت تعينا هذا الدرس ياك حامي إما أنك تستفيد من التجربة وما تعيد الغلطة أو تظل على نفس الغباء وتعيد نفس الغلطة وتلاقي نفس النتائج لأنك كل مرة تكرر نفس الغلطة بتيك نفس النتيجة الحكومة هذه سابع حكومة لسمو رئيس أرسلت لأكثر من رسالة سواء على وسائل الإعلام سواء بيني وبينها شخصيا قلت لك كل مرة قاعدتيك الفرصة على طبق من ذهب وتكعد على حضنك ونقول لك إن هذا اللي المفروض يصير وهذا التوجه ما كنت ألاقي أذان صاغية أنا ماني شمتانة عشان أتمنى حلهم أو شمتانة عشان أقول والله الحكومة ممكن تفتل في أي وقت بس إذا في شكل هالتركيبة بالفرق المتناحرة عمر مواطن الكويتي ما رح يستفيد